مرحبا معكم روسيلة بوظلميت في درس اليوم رح نتعلم كيف ممكن نعمل تامبليت اللي على اساس هيصير اي صفحة جديدة بنا نفتحها بالوبسايت تعنا تكون مبنية عليها هلا اول شي رح اسوي رح ااجي على صفحة الاندكس اللي انا سويتها المرة الماضية وقفت عندها وراح افتح هلا الرفض ان انا وصلت لهاي المرحلة من الشغل تاعي وصر جاه زي اني انا اعرف هاي كأنها تامبلت او هي ابني عليها لتامبلت تاعيتي فحتى اسوي هذا الاشي رح ااجي عند واروح من بعدين رح ااجي ورح يسألني وين بدي اسيف شلصة تاعي فرح احكي بدي اسيفها في بعدين شو بدي يكون اسم التامبلت تاعيتي فانا رح اترك اسمها ايندكس واسك بس رح يطلع لي ميسج بتقولي update links رح احكي له ياس ومنلاحظ انه بدل صفحة الاندكس اتش يامل اللي كانت مفتوحة صار في عندي صفحة جديدة مكتوبة هندي هون فوق تمبلت وصار الفورمات تاعها دي دابليو تي هلا بهاي التامبلت تاعيتي رح ااجي واحكي بدي اعرف المناطق اللي بالنسبة للي هم رح يكونوا editable regions والمناطق اللي بالنسبة للي رح يضلهم سابتين ما رح يتغيروا فاول اشي رح ااجي بالنسبة لعندي الهدر والسايد بور ما رح يتغيروا هدو السابتين رح يكونوا بكل السايد لكن بالcontent تاعيتي في اشياء بدي اياها تتغير اول اشي بدي اياي تغير اللي هو الهدر تاعي التكست تاعي فرح اختاره وبعدين رح ااجي عند insert واروح ل template objects ورح الاقي واحدة من الخيرات اسمها editable region رح اكبس عليها رح يقول لي اوكي شو بدي اسميها فرح اسميها title for example اوكي بس اوكي منلاحظ دغري انه صارت هي جوه اطار احمر ومكتوب عنا فيه تاك فؤنية زرقة ايه عليها مكتوب عليها التايتل بنفس الطريق رح ااجي واختار التكست كامل عندي منطقة التكست كمان مرة insert template objects واخويلها لأدت بالريجن وهالمرة رح اسميها body text وبرده اكبس وصار عندي كمان صندوق تاني جوه الاطار تاعه او العنوان تاعه اللي هو body text بالفتر عادة ان الفتر بيكون سعبت برضه ما بيتغير لكن ما انه فيه تاريخ ممكن انا التاريخ هذا كل سنة اصوي update على الوبسايت تاعي او ما شابه فانه بيكون بقدر اني انا اغيره فبرده رح اروح على index سري على insert template objects واكبس editable region وهو انا رح اكتب copyright year for example and okay so hi again it is editable اذا انا بدي ارجع اغيرها بعد ما خلصت بس رح اعمل saving وراح اكبس اذا ان هيك بكون سيفة التمبلت تاعيتي هلا زي ما احنا منتذكر احنا عملنا صفحة index.ht ما قبل التمبلت فبالتالي التمبلت مو تابعت لها فهلا لازم نرجع نسوي الصفحة من اول جديد بحيث انه تصير تابعة للتمبلت ففي حال اني انا اجيت وغيرت التمبلت تلقائيا الاندكس رح تكون من ضمن الصفحات اللي رح يصير لهم updating فهلا رح اسكر كل الفايلات تاعيتي وبعدين ااجي على file new وهالمرة رح اختار بدل blank page بتذكروا رح ننزل هالمرة لا ايش يسمى page from template ورح اختار السايت اللي انا بشتغل عليه والتمبلت اللي انا عملتهم بها الحالة بس عندي تمبلت واحدة وفي عندي خيار مكتوب update page when template changes اكيد بدي يكون علي تك ورح اكبس create هيك فتحت عندي الصفحة تاعيتي لكن اسمها untitled رح ااجي بس اعملي لها save وراح اسميها index على ارد انا في عندي file اسمه index فرما انا اجي يقول له بدي اياه يسايف لي اياه index اكيد رح يطلع لي warning message بقول لي انه موجود بدك تحطه محلو رح احكي له replace وهيك بكون سويت صفحتي index html مرة جديدة لكن هاي المرة رح تكون مبنية على التمبلت بنفس الطريقة رح ااجي هلا واسوي زي ما احنا شايفين في عندي الhome في عندي about us feedback form سايتماب رح اصوي صفحتين واحدة للسايتماب واحدة للabout us الfeedback form رح نشتغل عليها الحس الجاي فهلا رح ااجي اكبس كمان مرة file new نفس الاشي create طلع لي هلا صفحة جديدة لكن هلا بدي ابلش اغير فبدل welcome رح اكتب سايتماب وبدل التكست اللي نفرض انه هو عبارة بس عن تكست فرح امحي كل الاشياء الثانية اوكي بس تستت وهو اكبس file save as ورح اسميها سايتماب حسب ما انا كنت مسمية او مجهزة اني رح اسمي الفايلات عندي من قبل بعدين رح ارجع كمان مرة اعيد الخطوات نفسها create وهالمرة بدي يكون اسمها about us for example خليني امحيات امحيات كبر صورة whatever طبعا انا المفروض يكون في عندي اصلا خيارات مختلفة او تكست جاهز already وبناء عليه بدي انا اصير احطه يعني مش رح يكون عندي بنفس الطريقة اللي انا عندي اياها هلا دمي تكست اوكي فهي كمان ما رسويت صفحة about us وراح اكمس file save وراح اسميها about us هلا في خطوة برضو المفروض اني انا انتبهي لها اللي هي التايتل عندي اكيد التايتل عندي كل مرة بده يتغير ففرضا انا عندي يا بالبداية grass and green gardening tools فممكن انا اجي احط about us عشان يعرفوا الناس انهم هم جايين على صفحة about us save اسكر الهتش تي ام اه سوري السايت ماب اكبس نفس الاشي السايت ماب save واخر واحدة بصفحة الهتش تيم امال save هلا إذا أنا بدي أجي وأشوف الشغل تاعي بدي أكبس على Preview and Opera زي ما إحنا شايفين هاي طلع السايت تاعي عندي الكبسات لو أنا جربت أكبس على About Us هيني روحت على صفحة About Us لون كبست على Site Map هاي أنا أجيت على صفحة الماب ولو كبست على Home هيني إرجعت على Home أوكي هيك إذن منكون إحنا عملنا الصفحات تاعيتنا مبنية على التمبلت تاعيتي لكن لنفرض أني أنا أجيت وقررت أني أنا بدي أغير التمبلت فهلا هون بتمين فقط التمبلت بدلا ما أنا أجي أفتح كل صفحة بس بالويب سايت تاعي حتى نأعدل أنا بس اللي علي أسويه هلا رح أعمل Close Out بس كل اللي علي إني أنا أسويه إني أنا أفتح صفحة التمبلت خليني أدور عليها هاي التمبلت وأجي أعدل For example أنا ما بدي إنه هاي المنطقة وهاي المنطقة كل واحدة فيهم إلها Background فرح أجي أول إشي على المين كونتنت تعيتي هاي اللي أنا كنت شغالة عليها من قبل أجي على CSS Styles وزي ما إحنا شايفين في عندي Background Color وفي عندي هاي الأشياء اللي أنا عملتها Background Image فبس رح أسوي لهم Delete Delete بس عم بمسكها وعم بختار الإيقون تعته Recycle Ben Okay For example نون فاتح Fly Okay وبعدين رح أجي على Add Property وحكي لهم بدي Background Image وقمان مرة بدي أسوي Add Property فأحض Background to repeat ID اللي هي الـ X Okay فهلا إذا بنا نشوف الفرق بين اللي كنا عم نشتغل عليه من قبل ولي هلا إنه كانت هدول الـ Areas مش موحدين فأنا هلا إجيت بس اللي أنا سويته أني أنا وحتها فهلا ألاحظوا أن كل اللي اشتغلته هو على الـ Index فلما هلا أجي وأكبس File Save All أجي أرجع أفتح الصفحة الأساسية تعيتي اللي هي الـ Index.html رح نلاحظ أنها تلقائيا صار لها Updating ولو رجعنا فتحناها هي صفحة الـ Sitemap الـ About Us والهم